التمرين الأول عندي A ضرب B يساوي 7 و A زائد B يساوي 4 أوجد قيمة A مربع زائد B مربع يساوي قديش طيب نحن عنا قانون بيقول A مربع زائد B مربع يساوي A زائد B مربع ناقص 2ABB إذن هذا قانون استنتاجي فالA زائد B معي هي 4 مربع ناقص 2 ضرب A ضرب B يعني 7 ف4 مربع عندي 16 ناقص 2 ضرب 7 يعني 14 فجواب يكون 2 السؤال الثاني عندي A ناقص 3B يساوي 8 وأيضا عندي A ضرب B يساوي 6 أوجد A مربع زائد 9 بمربع طيب نحن عنا A مربع زائد 9 هي فعليا 3B على القوس مربع يعني شغلة مربع زائد شغلة ثانية مربع فهي الشغلة الأولى ناقص الشغلة الثانية على القوس مربع زائد 2 ضرب الشغلة الأولى بالشغلة الثانية فأي ناقص 3B معيها 8 مربع زائد 2 ضرب 3 ستة ضرب أي ضرب B يعني أيضا ستة فبالصير معنا 8 مربع زائد 6 بستة وتلاتين فجواب 100 64 زائد ستة وتلاتين 100 السؤال الثالث عندي X مربع زائد Y مربع يساوي 24 و X ضرب Y يساوي ستة أوجد القيمة المطلقة ل X زائد Y إذا نبدو القيمة المطلقة ل X زائد Y يساوي قديش نحن إذا أخذنا X زائد Y على القوس مربع هي فعليا مربع الأول زائد ضعفين الأول بالتاني زائد مربع الثاني لاحظ الآن X مربع زائد Y مربع معيها 24 زائد 2 ضرب X ضرب Y معيها ستة فبيصير معنا 24 زائد 12 يعني 36 فX زائد Y على القوس مربع يساوي 36 معناتها إذا جزرت الطرفين وتأجي أعمل جزر فهيروح الجزر مع التربيع حيصفهم عندي القيمة المطلقة ل X زائد Y يساوي ستة يعني هنا يريدون لأنه جزر 36 زائد ستة أو نائس ستة هنا يريدون القيمة المطلقة لذلك أخذ زائد ستة سؤال رقم 4 عندي A نائس B يساوي 8 و A ضرب B يساوي 9 أوجد القيمة المطلقة ل A زائد B يساوي قديش طيب الحل أني أنا أخذ القيمة A زائد B على القوس مربع يساوي يساوي A نائس B مربع زائد 4 أضعاف A ضرب B A نائس B معيها 8 مربع زائد 4 ضرب A ضرب B يعني 9 فبصير 8 مربع 64 4 ضرب 39 يعني 100 هنا يريدون جزر A زائد B يعني القيمة المطلقة ل A زائد B يساوي جزر 100 يعني 10 سؤال رقم 5 عندي X مربع زائد Y مربع يساوي 20 و X ضرب Y يساوي 8 أريد أني أوجد X أس 4 زائد Y أس 4 يساوي قديش طيب X أس 4 هي X مربع مربع وال Y أس 4 هي Y مربع مربع فبيصير عندي الأول هو X مربع والتاني هو Y مربع يعني الأول زائد الثاني الأول هو X مربع زائد الثاني اللي هو Y مربع على القوس مربع نائس ضعفي الأول الأول بهالحالة شو X مربع والتاني Y مربع فX مربع زائد Y مربع معيها 20 على القوس تربيع نائس هون X بY هحطهم مع بعض على القوس تربيع لأنه أنا عندي X مربع و Y مربع فX ضرب Y القوس تربيع فبصير معنا 20 مربع يعني 400 مائس 2 ضرب X ضرب Y 8 مربع 64 فبصير 400 نائس 128 يعني 272 سؤال رقم 6 عندي X نائس Y يساوي 6 X ضرب Y يساوي 7 أوجد X مربع نائس Y مربع يساوي قديش نحن عنا قانون يقول أنه سوف أقول أنه x نائس Y بX زائد Y أو سوف أقول أنه X زائد Y على القوس مربع يساوي X نائس Y على القوس مربع زائد 2 بX بY على X نائس Y معيها 6 على القوس تربيع بتصير 36 زائد 2 ضرب 7 يعني 14 فبيطلع معنا الجواب عفوا 2 ضرب x ضرب y معناياها هون بالقانون 4 يفترض هيدكم إذن 4 فبصير 4 ضرب 7 28 ف 36 زائد 28 يعني 4 و 60 فبتطلع معنا قيمة x زائد y بالقيمة المطلقة تساوي 8 بسوى بده x مربع ماس y مربع x مربع ماس y مربع هو فرق مربع حدين يعني x مربع ماس y بx زائد y والx مربع ماس y معناياها 6 الx زائد y معياها 8 فجداء بيعطينا 48